تأهد المرشح الجمهوري لمنصب نائب رئيس جادي فانس بالعمل من أجل عودة ترامب إلى سدة الحكم لافتاً إلى ضرورة طرد من وصفهم بالمجانين على حد تعبيره علينا طرد المجانين والخرق واستبدالهم بالرئيس ترامب سنعيد ترامب إلى سدة الرئاسة الشيء الذي نؤمن به أيضاً هو أننا ببساطة يمكننا أن نصنع المزيد من المنتجات محلياً وأن نجري انتخابات آمنة مزيد من نقاش والتحليل حول كل هذه التطورات الأسية ما تلك متعلقة بالحزب الديمقراطي معنا من نيويورك الصحفية في نيويورك بوست سيدة كالي تورانس أهلا بك معنا في هذه الساعة على سكان نيوز عربية وبعد تردد بلسي الآن تدعم كمالا هاريس تقول إنها تدعم المزيد من الوظائف للأسر العاملة وتقف مع المرأة كذلك هل هذا يعني أن أوباما في الطريق أيضاً لدعم هاريس يعني نعلم أنهما تقريباً معسكر واحد هذا سؤال واجه للغاية تعرفين أعتقد أن بعض القادة الديمقراطيين هذا التريث من جانبهم مع هاريس هو أنهم لا يريدون أن يحجروا على أصوات الآخرين في الحزب الديمقراطي أو يعطوا نوعاً من التتويج المبكر لها دون أن يروا ما الذي سيقوله الديمقراطيون والمندوبون والمناديب الكبار في المؤتمر الوطني الديمقراطي ولذلك هناك بعض التريث من قبل بعض الديمقراطيين وإذا نظرنا إلى الحزب الديمقراطي كان هناك استطلاع سريع ووجد أن ثلاثة من خمس ديمقراطيين يدعمون كامال هاريس كمرشحة رئاسية وبالتالي ممكن جداً أن يدعم باراك أوباما نائبة الرئيس كامال هاريس للرئاسة لكن هو حتماً لم يرغب أن يفعل ذلك فوراً وأعتقد أن هذه خطوة ذكية لأنه ليس منوطاً بهم أن يقرروا من هو الأنسب وإنما الحزب الذي يجب أن يفعل ذلك وهل تعتقدين أن كامال هاريس تستطيع قبل الأربعاء جمع أصوات خمسين زائد واحد من المندوبين أم أن مفاجآت الحزب الديمقراطي ستستمر الأيام القادمة هناك الكثير من المفاجآت وقد تستمر لكن رأينا أن عدداً من المندوبين تعهدوا مسبقاً بدعم كامال هاريس تينيسي كانت الأولى كان هناك اجتماع وقرر المندوبون دعم وتأييد كامال هاريس مبكراً طبعاً هذا التصويت لم يحدث بعد قد تتغير الأمور لأنه تفصيلنا أسابيعاً ذلك المؤتمر لكن ميرلاند كذلك قرر مندوبوها تأييد كامال هاريس للرئاسة ويبدو أنها هي المرشحة التي ستحدى ببطاقة الرئاسة وكل شيء قد يحدث مع ذلك وبالتالي من يدري قد تحدث الكثير من أشياء سيدة كاليب بصراحة اليوم الديمقراطيون في مأزق حقيقي كما تقول قراءات عديدة الجمهوريون استفادوا ويستفيدون من هذا الاهتزاز داخل الحزب وقدموا نفسهم كحزب يمثل الحلم الأمريكي أكثر قوة أكثر وحدة وأكثر سطوع في هذه المرحلة على الأقل بالتالي تعتقدين أن لكامال هاريس فرص أمام دونالد ترامب حال كانت هي المرشحة الرسمية للحزب الديمقراطي أمام الرجل هذه نقطة سديدة أيضا هناك منافس هو دونالد ترامب وكان منافسون له تحدثوا في المؤتمر الوطني الجمهوري مثل نيكي هيلي وديس سانتوس وهؤلاء كانوا يتبادلون السبابة وشتمة في التمهيديات ورموا كل شيء خلف ظهورهم وتوحدوا في المؤتمر الجمهوري حدث ذلك خصوصا بعد حادثة محاولة اغتيال ترامب وعندما أندروا إلى الاستطلاعات استطلاعات الرأي نظرت إلى استطلاع في نيوهامبشر وكان هناك استطلاع في نهاية الأسبوع والسؤال الذي طرح هو عن رئيس بايدن وبدأوا كذلك يسألون عن كامال هاريس ونيوهامبشر هي ولاية ديمقراطية لكن ترامب هو المتقدم وبالتالي الاستطلاعات المقبلة ستظهر أن ترامب أكثر شعبية من كامال هاريس لكن الآن بعد أن تظهر في أصفي الأمامي كمرشحة رئاسية قد تتغير الاستطلاعات وستكون معركة محتدمة أن تواجهها دونال ترامب في نبمبر دعني فقط أشير إلى هذه اللقاطات سيدة كالي لنائبة الرئيس الأمريكي كامال هاريس التي سماها بايدن لتخوض السباق القادم مع ترامب تصل إلى ديلاور لمتابعة حملتها الانتخابية كل هذا يأتي بعد ساعات قليلة من دعم نانسي بيروسي لها في هذا السباق قالت إنها سيدة قوية تدعم الأسر العاملة وتدعم المرأة في أمريكا كذلك وينظر إلى هذا التصريح من بيروسي أنه تقدم لدعم باراك أوباما أيضا لها وحملتها أيضا تقول إنها قادرة على جمع أكثر من خمسين زائد واحد من أصوات المندوبين قبل حلول الأربعاء القادم توازيا أيضا الهجوم من الحزب الجمهوري مستمر على جو بايدن وعلى كامال هاريس قبل وقت قليل فقط جاي ديفانس الذي سمي من دونالد ترامب ليكون نائب رئيس حال فوز الحزب الجمهوري بالانتخابات القادمة قال نستطيع الفوز عليها وترامب أيضا قال إن هزيمة كامال هاريس هي أكثر سهولة من هزيمة جو بايدن تفضلي سيدة كالي هي تواصل الآن حملتها الانتخابية وصلت إلى ديلاور وكنت تتحدثين عن الفرص لها أمام دونالد ترامب لو تحدثنا عن الاثنين ترامب وكامال هاريس ما هي نقاط القوة لكل منهما وما هي نقاط الضعف أمام الناخب الأمريكي لكل منهما كذلك دونالد ترامب رأيناه كيف يعمل الاقتصاد كان أفضل مما هو عليه الآن إلى الولاية ترامب وأداء ترامب الاقتصادي أفضل من أداء بايدن وكامال هاريس عليه أن تتحمل المسؤولية الآن فيما حققته إدارة بايدن هناك تضخم وهناك ضعف اقتصادي هناك مشكلة في الحدود وهذه من القضايا المهمة وفي الواقع رئيس بايدن كان قد عين كامال هاريس لتتكلف بحل مشكلة الحدود لكن المشكلة تفاقمت في الحدود الجنوبية ومن غير الواضح أنها فعلت أي شيء لمساعدة بايدن على حل المشكلة يعني أسفحي في هذه النقطة فقط سيدة كالي أنقل لك وجهة نظر أخرى ولكن نعيد قبلا وأن نذكر بأن هذه الصور المباشرة هي من ديلاور حيث وصلت إلى هناك نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن كامال هاريس ستلتقي هناك بحسب الأخبار حتى لحظة بفريق حملتها الانتخابية وحصلت قبل ساعة تقريبا على دعم أحد سقور الديمقراطي نانسي بيلوسي قرئ ذلك بأنه مقدم حتى ربما لدعم قادم خلال الساعات القادمة أيضا من بارك أوباما لها كمرشحة عن الحزب الديمقراطي سيدة كالي أنت تتحدثين عن ضعف أداء في ملف الهجع غير الشرعية بالنسبة لكامال هاريس وأداء باهت لها كذلك كنائبة للرئيس ولكن قراءة أخرى تقول أن الرجل لم يعطيها بالأساس أي مساحة لاستعراض عضلاتها السياسية إن صح التعبير هذه نقطة سديدة وعندما اختارها بايدن عندما ترشح في الانتخابات الكثيرون كانوا يعتقدون أنها بمثابة البوليسة وهي لم تكن مقنعة لكثير من الديمقراطيين وبالتالي قيل إنه يريد شخصا ليس بالقوي جدا حتى يفرد نفسه في ولايته في البيت الأبيض ولذلك قد نفهم لماذا لم يسمح لها بأن تلمع ولم يقم بإعطائها الكثير من الملفات ولا ننسى أن بايدن في 2020 كان قد ترشح وكان يعرف أنه قد لا يكون في صحة جيدة في حملة انتخابية للولاية الثانية وبالتالي كان يقال إنها قد تكون المرشحة لخلافته والآن في الحملة الانتخابية لا أعرف إذا ما كانت ستنجح عندما تصبح كمال هارس المرشحة الرسمية لكن الكثير من الديمقراطيين كانوا يعبرون خلف الكواليس أنهم يريدون بايدن أن يتوقف عن خوض الحملة الانتخابية حتى إن بعض الديمقراطيين كانوا قد قالوا مبكرا أن كمال هارس هي التي يجب أن ترشح من الحزب الديمقراطي وذلك قبل نوفمبر صحيح يعني نذكر كأنه البارحة عندما راهنا كثيرون أن بايدن لن يكمل عمر إدارته وستكون كمال هارس ربما هي الرئيس لما تبقى من عمر الإدارة على كل حال سننتظر الساعات القادمة على وقع المشهد الانتخابي الأمريكي الدراميلي الغاية من نيويورك الصحفية في نيويورك بوستر سيدة كالي تورانس شكرا جزيلا لك على هذه الإضاحات القيمة معنا شكرا